خلال ترأسه الاجتماع اللجنة العليا للحج أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج للعام المقبل عشرين خمسة وعشرين وذلك بما يسهم في تجنب السلبيات التي واجهت الحجاج خلال موسم الحج الماضي مؤكدا سعي الحكومة لتوفير مختلف أوجه الراحة والخدمات للحجاج المصريين ونوها رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار تعاون والتنصيق بين مختلف الجهات المصرية والسعودية وذلك بما يسهم في خروج موسم الحج القادم بأفضل صورة ممكنة كما أكد مدبولي على أهمية العمل لتوفير فرص الحج للمواطنين المصريين بأسعار مناسبة وبتوفير خدمات جيدة لهم وذلك في ظل توفير نسبة من برامج الحج بالأسعار والخدمات الفخرة شكرا شكرا